موسيقى أعزائي المشاهدين طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج رؤية اللون هذا العالم الغريب هذا العالم الكبير هذا العالم الفسيح الذي نعيش به وبداخله وخارجه وحوله ترى هذا اللون ما هو ماذا يعني اللون كيف ننظر نحن إلى الألوان هل نميز الألوان حسب قوة أو فعالية أو تأثير هذا اللون على الحالة النفسية على الحالة الاجتماعية على الحالة السياسية على كل الحالات التي نعيش بها في داخل هذا المجتمع اللون حكاية واللون بداية واللون ليس له نهاية يقال بأن هناك أكثر من 180 مليون لون حسب ما آخر الإحصاءات أو حسب آخر الاكتشافات وباعتقادي أن اللون له ما لا نهاية من التسميات أو التعريفات حتى لو اختزلنا الكلمة إلى مختزلاتها البسيطة حلقتنا هذه المرة سوف تكون عن فلسفة الألوان وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور مصطفى زنقنا خير العارفين بموضوعة الألوان لأن الدكتورة التي حصل عليها كانت حول هذا الموضوع فأهلا وسهلا بك في هذا البرنامج أهلا وسهلا أشكرك وأشكر البرنامج قلنا بأن للون حكاية ولكن ما هي حكاية اللون لنبدأ ونسأل الأستاذ الدكتور مصطفى زنقنا هل تستطيع أن تلخص لنا ما هي حكاية الألوان هل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون في ستة أيام ثم استوى على العرش هل فكر أن هناك أشياء أخرى عدا ما نتحسس أو نحس بها الألوان أين كانت من صيغة هذا التكوين الإلهي وجود اللون وجود أزلي منذ وجود الشمس لأن اللون طبعا هو الطول الموجي الكارومخناطيزي المخناطيزي لللون لكن نيوتن في سنة 1612 تمكن هذا العالم أن يحدد الألوان عن طريق المنشور وذلك تمكن أن يحدد ألوان الطيف الشمسي الموجود منذ الأزل طبعا الإنسان كانوا يشوفون هذه الألوان يعني تقصد ظاهرة القوز ظاهرة القوز وخدح الطيف الشمسي لكن لم تكن هناك كلمات للتعبير عن هذه الألوان يعني عفوا اللون كان موجود اللون أزلي منذ وجود الشمس ما كان موجود اللغة التي تعبدها لم تكن هناك كلمات للتعبير عن هذه الألوان لكن الألوان هي أزلية موجودة في أشعة الشمس وطبعا هذه الألوان محددة بسبعة ألوان بسبعة ألوان في الطيف الشمسي أو الخوز وخدح يبدأ بالأحمر وينتهي باللون البنفسجي طبعا المقياس لطول الموجة الكهرى المخناطيسية للألوان طبعا إذا نرى نشوف بأن اللون الأحمر تبدأ من 6500 إلى 7200 أنقستروم وينتهي طبعا خلينا نقول الأنقستروم في اللون البنفسجي ما هو الأنقستروم؟ أنقستروم هو المقياس لدرجة طول الموجة الكهرى المخناطيسية لللون طبعا ينتهي بـ 4500 إلى 4575 طبعا هذه الدرجات خلينا نقول من خلال 3200 أنقستروم نرى جميع الألوان الموجودة في الطبيعة هاي المقياس 3200 أنقستروم خلال هذه المسافة نرى جميع الألوان الموجودة في الطبيعة نأتي إلى تحديد اللون نعرف بأن كل لون فيها نقطة نسميها بؤبؤة اللون أو بؤبؤ اللون شنو؟ يعني بؤبؤ اللون الشعة البي الموجة الكهرى المخناطيسية لتحديد اللون فيها نقطة نسميها نقطة البؤبؤ إذن كل صفات اللون التي تتمركز في ثلاث مزايا موجودة في هذه النقطة ومن خلال أي ابتعاد عن هذه النقطة تبدأ التدرج في هذا اللون نحو نحن نقول اللون خفيف يعني كل اللون له تدرجات له تدرجات إذن نقطة البؤبؤ هو نقطة الدرجة المشبعة والناطعة والنقية هناك ثلاث صفات يعني دعني نقول الموجود فيها مثلا نقول الإشراقة والقيمة والتشبع والقيمة لهذا اللون هذه المزايا الثلاثة إذا كانت موجودة بدرجة عالية العليا طبعا هذا راح يكون نقطة اللون ويكون نحن نقول اللون نقي عندما نبتعد عن هذه النقطة تبدأ مراحل التحول إلى اللغة إلى اللون التي تأتي بعد هذه اللغة من حيث التسلسل الإنقسترومي الدرجات الموضحة المبينة لطول الموجة الكاثر المقناصية لكل اللون أنت تكلمت حاليا بشكل علمي عن الألوان نحن حتى لا نعقد الأمور ونفوت في تفاصيل مواضيع يمكن هي اختصاص يعني لكن ما يهم الناس حاليا لما قلنا أن هذه الحلقة هي تحت مسمى فلسفة الألوان يعني كل اللون حاليا من يعني نتعاون مع الألوان نعيش معاها هل استطعنا حاليا أن نشاهد كل الألوان هذا السؤال كلش يعني مهم أولا نحن من خلال العين نرى الألوان هناك حيوانات وكائنات أخرى لا ترى الألوان وهناك كائنات ترى الألوان أكثر مما نراه الإنسان نحن نرى الألوان الموجودة خلال 3200 أنقستروم نعم لكن فوق هذه الدرجة نحن لا نشوفها وتحت هذه الدرجة نحن مثلا الأشعى تحت الحمراء مثلا فإذن نحن نشوف كل الألوان لكن من يشوف اللون عملية رؤية الألوان هي تكمن في العين العين يعني العين هو اللي يقوم بعملية رؤية الألوان والخلايا المغزلية الموجودة في العين عددها الموجود 137 مليون خلية مغزلية في العين؟ في العين في عين الإنسان في شبكة العين 130 مليون من هذه الخلايا المغزلية بس دايشوف اللون الأسود والأبيض تبقى شقيت؟ تبقى 7 ملايين 7 ملايين من الخلايا المغزلية الموجودة في شبكة العين ترى الألوان كل هذه الألوان من خلال 7 ملايين خلية أما 130 مليون خلية بس نشوف بها الأبيض والأسود نعم تكلمت عن الحيوانات التي تشاهد الألوان السرع انتباهي حاليا يوجد رياضة في إسبانيا يسموها رياضة صارعة الثهران نعم ولهذا يستخدمونها في هذه الرياضة حتى يجذب انتباه الثور القماشة الحمراء شنو شنو اللي يخلي هذا الحيوان خلي نقول البدائي بالتفكير البسيط يتجي لهذا اللون حصرا اللون أصلا الثور لا يرى الألوان وإنما يرى العالم باللون الأسود والأبيض نعم أي لون آخر كان يعني سواء كان خلي نقول أزرق أو أخضر هو أن يقوم بنفس العملية وإنما اللون الأحمر هو اللي أن يراه المشاهد أكثر لأن طول الموجة يعني ها قصدك هنا أنه هاي ما لها علاقة لا ما يحق بالثور أبدا لأن الثور ما يشوف يشوف إما أبيض أو أسود بس إحنا منذ الصغر تعلمنا أن الثور يتقرب من اللون الأحمر هذا مفهوم يعني حتى عفوان حتى من كنا أطفال إذا كنا نمر من ينبقرة أو الثور نهرب إذا كنا لابسين اللون الأحمر لا طبعا يعني غريزيا لا طبعا هو كان يعني كنوع من الفكاهة كان خلي نقول إذا نجيب ثور ونلبسه مثلا منظار أخضر هل يعتبر بأن التبن الموجود قدامه يشوفه بأنه حشيش طبعا لا ما يشوفه لا صحيح لأنه ما يرى الأروان وإنما يرى الألوان والطبيعة كلها باللون الأبيض واللون الأسود هذا بالنسبة للحيوان نأتي هنا إلى الإنسان وإمكانيات الإنسان ومدارك الإنسان الألوان حسب ما نعرف أو حسب ما قريت أنا أنه الإنسان البداي أو إنسان ما قبل التاريخ يعني حتى قبل آدم كانوا مصابين بعمل ألوان يعني لم يكون يميزوا بالألوان بس الألوان صارت عندهم خبرة إنسانية يعني خبرة مع استمرار التعامل معها يعني خاصة عندما كانت تظهر لديهم هذه ألوان القوس قزح كظاهرة طبيعية موجودة من تفاعل الأمطار هذا مجرد توقعات غير علمية طبعا الإنسان كان يرى الألوان لكن لم يكن لديها كلمات لأن يميزوا الألوان يعني قصدك هو يشوف الألوان لكن ما يعرف يعبر عنه وإحنا هم هس حاليا إحنا إذا نجي خلي نشوف كلمات الألوان إحنا شلون نعرف نعبر عن لون من خلال كلمات الألوان يعني اسم اللون يعني مصطلح اللون مصطلح اللون خلي نشوف مثلا إحنا إذا نجي نقول كم لون موجود في الطبيعة طبعا ما لا نهاية من الألوان إحنا ما نقدر نقول 180 مليون لون موجود الكمبيوترات موجودة بأكثر من 75 مليون لون هذه الألوان ليست لها كلمات لتعبر عن هذه الألوان إحنا مثلا أكثر لغة موجودة عند كلمات يعبر عن اللغة 13 كلمة يقدر أن يعبر عنها أنت على أي لغة تتكلم كل لغات العالم كل لغات العالم يعني مفروض يكون عندك سبع كلمات للتعبير أي سبع ألوان الطيف بس تضيف لهم يعني ألوان الطيف ما بها أبيض لا وكلها كلمات غير مراكبة يعني لأن الاسم موجود بالأصل تشوف مثلا أحمر ما مراكب من كلمتين وفي نفس اللغة اللغة الكردية هم نفس الشي هنا الأحمر الغامق مثلا عندنا الأحمر أجي هناك أنطيك صفح كل لون من يجي يتدرج للانتقال إلى لون آخر ملايين الألوان الأخرى التي تشمل مجموعة اللون المعين إلى أن ينتقل إلى اللون دعنا نقول الأحمر الأحمر ليس فقط موجود الأحمر الأحمر دعنا نقول النقي هذا موجود لكن من يبدأ عن البعبو يتدرج شوية شوية قليلا قليلا إلى أن يصل إلى اللون البرتقالي خلال من بين البرتقالي والأحمر أكو ألاف الألوان الموجودة اللون الأحمر أحنا ما عدنا كلمات نعبر عنها شنجين يجين نطيصفات لهذه الألوان مثلا نقول أحمر مثلا قاني نشوف مو أحمر فلاني أو مثلا وكذلك موجود في اللغات الأخرى أو نشبهها بأشياء أخرى مثلا حشك يعني أنت حسب الخبرة وحسب التجربة التي نستعملها يوميا سنحدد قوة اللون أو كثافة اللون ومدى قربه إلى الحقيقة التي نشاهدها بالبؤب العين سؤالي الآن دكتور أنه عملية خلط الألوان يعني يعني نشوف إحنا عدنا سبع ألوان خلي نقول ألوان الأساسية لو لون طيف الشمسي زائدنا الأبيض والأسود لو خلطنا لونين مثلا خلي نقول الأخضر مع الأصفر أو الأحمر مع الأصفر ينتجون غير ألوان بس ينتجون لون أيضا أساسي أليس أخذالي؟ طبعا طبعا الدكتور لا تجاوبني حاليا عندنا تقرير أعزائي مشاهدين حول فلسفة الألوان خلينا نشوف التقرير وبعدها نرجع تجاوبني على هذا السؤال شكرا 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 لازال الدول العالمي تعتز بأعلامها الملونة وتحتفي بها في المحافل الدولية وتكاد جميعها شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا شاهدنا هذا التقرير دكتور وطلعت انت على مفردات او خلي نقول ما جا في هذا التقرير حول الالوان نرجع الى سؤالي لما نخلط الوان ايضا سيطلع الوان واضحة يعني تخلط الاصفر مع الاحمر يطلع بارتقالي ليس كذلك لو كنت اعرف بالالوان طبعا انا كان مفروض من البداية نوضح للمشاهدين الكرام بان اشعة الشمس عندما تتجحنا هو الارض خلي نقول من تصدم بأي جسم هذا جسم اما يمتص او يعكس الضوء خلي نقول الموجة الكهرام المخناطسية اللي يعكسه هو اللون اللي احنا دا نشوفه اللي يمتصم نشوفه يعني العكاس لنا والامتصاص لطول الموجة الكهرام المخناطسية المعينة للون واحد هذا من يمتصم نشوفه هذا اللون من يمتصم نشوفه اكو ايش 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 لون اصلا الابيض والاسود هما مو الوان في الحقيقة يعني اذا لون كان مفروض نشوفه في الطيف الشمسي نعم او في القوس وغير بس دكتور خلي اشرح لك يا الوان القوس قزعفوا اذا اساسية طبعا اذا حركتها ادري تصير لون ابيض بس لا هو بالطبيعة هذا مو لون الاسود والابيض مو لون وانما احنا شلون نشوفه الجسم اللي يعكس كل موجات الكهرام المخناطسية الموجود في الحزمة الشمسية يعكس كله بدون هذا راح يبين اللون ابيض ايه نعم اذا لكن اذا امتص كله اذا امتص كل هذه الموجات ايه ما راح يطلع لون لا يطلع اسود يطلع اسود يعني اطلع الكونترس اجي لجواب حضرتك اولا الفنانين يعتبرون اللون الابيض هو رحم الالوان يعني انه انت الرسام من يسوي ابيض يقدر يخلي على اي لون لا مو بس يقدر يخفف من من الاشراقة والقيمة وتسطع من هذا اللون بمينتري درجات التسلسل يعني يريد ينتقل الى لون اخر فاذا هذا رحم الالوان يعني يقدر يخلي الاسود مئات الاسود عشرات الاسود حسب التدرجات لكن في الحقيقة انا ما احشي عن صناعة الالوان هاي صناعة الالوان في صناعة مثلا خلي نقول يعني قصدي من السؤال ليس هناك السر في هذا يعني انت من تخلي اصفر كاساسي مع احمر كاساسي يطلع عندك بارتقالي اساسي لا هذا صناعة اللون انا احشي عن اللون الموجود كعلم وفي الطيف الشمسي وموجوده احنا اجتماعيا دا نتعامل ويا هاي صناعة الالوان بحث اخر وطويل وكذا ويحتاج الى ساعد ان نتحدث عنه هذا موجود صناعة الالوان بس دكتور مثلا انا خليني نبقى بهالنقطة حتى نتجاوزها بسرعة البرتقال اللون اساسي لانه موجود فاكهة البرتقال مثلا كحالة اجتماعية انسانية نتعاون معاها يوميا او الليمون مثلا انا اطريك مثال اللون مثلا اذا عندك ازرق وعندك اصفر تخلطهم يطلع اخضر لا مفروض يطلع ابيض ازرق واصفر ايه يطلع اخضر مفروض مفروض يطلع ابيض مفروض لكن عندما تجي تاخذ موحده من هذه الالوان مو مفروض اللون الثاني يكون موجود مم يعني هاي صناعة الالوان بحث اخر احنا نجي and dando انا ما اتحدث عن الصناعة بحداتات اتحدث عنه التغييرات اللونية ايه طبعا موجودة هاي موجودة موجودة هاي موجودة لأن انت شا تسوي مثلا خلي نقول في حالة إذا تريد يكون لون خلي نقول الأصفر موجود لازم الأزرق ما يكون موجود نهائيا إذا أكو طبعا الأزرق ما يخلص إذا أكو أزرق إذن اللون الأصفر ما راح يبين لنروح يصير بهالحالة إذن هاي صناعة الألوان هاي صناعة الألوان حتى أنت تحدثنا قبل ما ندخل الجو أنه الفناني يستخدمون مصطلح الألوان الباردة والألوان الحارة لمن تخلي الألوان الحارة على الباردة الألوان الحارة دائما راح تضغي لأنه فاقعة صحيح قوية وتأثيراتها يمكن على امتصاص وحتى على انعكاس يكون أقوى من الألوان الباردة صحيح هذا من الناحية الفنية من الناحية الفنية هذا مثلا حتى كل فنان هو يجي يشرح اللون اللي استعمله بشكل خاص إليه لأن احنا قلنا اللون ما إليه معناه احنا احنا ننطي معانا زين هسا نيجي على موضوع آخر اخي إذا أنا من مشهد نظري نتحدث عن أهمية اللون ايه هسا نيجي على أهمية اللون حاليا أنت في تعاملك اليومي كإنسان عايش في مجتمع هذا المجتمع وهو قوانين وأنظمة وعادات وتقاليد وإلى آخره الأديان مثلا تميزت بألوان كل دين عندها دين معادة الأحزاب اللي احنا نعيش شوية كل حزاب عندهم دين الأعلام الدول يعني أعلام الدول أيضا حكيناها بالتقرير هالأعلام الدول كلها عبارة عن مجموعة ألوان كل لون يعني شيء قصدي أنه احنا لما واحد يكون الابتسامة الصفراء أو الابتسامة الحمراء أو أحمرار الغضب أو يقول لك مثلا واحد يقول شبيك وتشكساير برتقالي مثلا مزاجك عفوا مزاجك اليوم برتقالي يعني دليل على أنه في شيء له معنى آخر بالحال النفسي اللي يعاني منها الإنسان مثلا حتى تحدثنا أيضا أنه على مستوى حتى اللبس يعني على مستوى حتى اللبس هناك من يليق به كما قالت أحلام مستغاني الأسود يليق بك صح هنا هي مقصدها الأسود نحن نعرف راح أخليك تشرح هذا الموضوع أنه لماذا الأسود أصبح لون الحداد مثلا لماذا الأحمر أصبح لون الغضب لماذا الأصفر صار يعني لون الغيرة أو ما أعرف طبعا أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال يعني هذا من الناحية الاجتماعية والنفسية اللي يكون يعني أعكاس للحالة النفسية والحالة الاجتماعية يعني المجتمع هو اللي ينطي قرار على بأن هذا اللون كذا لكن في مجتمع آخر يجوز هذا الأصلا أنا هذا قصدي فإحنا نجي نشوف ليش دي يصير هذا الشيء لأن اللون إلى أهمية إحنا نعرف بأن هناك الطول والعرض والارتفاع لتحديد مثلا خلي نقول كتلة معينة لكن مع هذا هناك اللون كل العالم هي ألوان إحنا نشوف شيء ما بي لون إحنا ما عدنا كلمة نعبر عنه لأن بس هو لون موجود فإذا إحنا شلون تهتم بالطول وشلون تجي تهتم تقيس العرض والارتفاع وتحدد حالة الشكل الموجود لكن لازم بأن يكون عندك بأنه بعد آخر يعني أنا أفكر بأن مفروض كل الناس والعلماءهم اللي يعملون في مجال الفيزياء بأن يهتمون بأن اللون هو بعد آخر ويثبتوه أجل الأهمية أولا العلامة الفارقة مثلا حضرتك اللون هو علامة فارقة مثلا أنت تشوف من بعيد واحد لابس عمامة بيضة رأسا تقول هذا ملة لابس أخضر تقول هذا سيد لابس برتقالي أو تقول هذا حجي فلان حتى الأديان حتى الملابس طيب طيب هذا شيء مهم دين معين هذا شيء مهم ذكرت إذا حكينا على العمامة كمثل كمثل تضرب ولا تقاس لماذا اختاروا هذه التصنيفات لتلك الألوان مثلا خلينا نقول الأخوان اليزيديين الكراد اليزيديين هم يلبسون الأبيض دائما الطهارة الطهارة والنقاوة الطهارة والنقاوة والبراءة وأن يكون أمام الله بأنه نظيف يعني هذا حدقاتهم لكن من نجي إلى تبت مثلا تبت كل الرجال الدين يلبسون البرتقالي لكن في الوقت اللي البرتقالي يجوز يمنى اجتماعيا يكون معانيها غير مقبولة مثلا وهكذا هاي بالنسبة لتفسيرات الشعوب والمجتمعات إلى الألوان يعني مثلا في ناس عندما يعني عندنا لما يصير حالة الوفاة الناس تلبس أسود في مجتمعات أخرى يلبسون ألوان أخرى لأن أعرف قرية في مجتمعات يلبسون لو الأحمر لو الأحمر فاختلفت هنا استخدام اللون للتعبير عن الحالة الاجتماعية اللي يعاني منها أو يمارسها الشعب تعاملنا مع الألوان يعني تعاملنا نحن اليومي مع الألوان يعني هو تعامل يعني وكأنه صنوان لا يفتريقان لأنه من تفتح عينك أنت راح تشوف ألوان من تفتح عينك أنت من الصبح من تقعد منهم راح تشوف ألوان أنا معرف أنا بالحلم يمكن ماكو ألوان ما؟ لا هم موجود هم موجود هم موجود لا لا من الإنسان لدينا تعبير إن شاء الله تشوف أحلام ملونة يعني هاي موجودة بس أنا حسب قراءاتي أنه الأحلام ليس فيها لا من يجي يقعد يقول شفت الفلان وكان لابس فلان كان لابس فلان يمكن الأسود والأبياب لا لا يعني موجود موجود أكو شي آخر نحن من خلال الألوان نقدر نقيس الحالات النفسية مثلا أو نعالج بحالات نفسية تأثير اللون على الإنسان وكذلك نحن نشخص الأمراض من خلال الألوان مثلا كل لون يعني معناته ما ثابت معنى اللون ليس معنى ثابت ومعنى اللون ليس معنى نهائي يعني إلى معنى معين واحد لا معنى اللون يختلف باختلاف مكان اللون يعني عندما نجي ننقل لون من مكان إلى آخر ونجي ننطي معنى هذا اللون يختلف معنى ما له مثلا إحنا مثلا عندما تكون الرأي الحمراء مصحيح مثلا تقول عين حمراء شوفها عين حمراء يعني خوفها لا هو حتى بالسابق يعني كان الألوان تعبر عن الحالة مثلا إذا كان يخلون علام أسود يعني شيء يخلون علام حزين إيه حزين وكذا يعني حتى علامة الاستسلام بالنسبة للحروب الراية البيضاء مثلا إذا تنطيني مجال أنا أوضح لك بعض المفاهيم لمعاني الألوان بشكل تسلط سريع يعني طبعا هاي جزء من مثلا الأبيض اللي يحب الأبيض ويلبس الأبيض على طول بأنه إنسان منفتح وإنسان نقي وإنسان بسيط كذلك لكن عندما تجي تنقل هذا اللون الأبيض إلى مكان الآخر مثلا إلى العين إذا كان عينه كله أبيض معنات أعمى أو ميت إذن هذا شنو معنى الأبيض يختلف من تنقل من مكان إلى آخر مثلا اللي يلبس الأوس أسود إحنا نوع تقول معنا الحزن مصحى وإنطوائي هذا الشخص وكذلك يرفض التقاليد النسان النقي اللي يلبس الأسود على طول ما يحب التقاليد مثلا هذا اليوم يلبس كذا والذاكف كذا والملابس يعني قصدك ما يحب التغيير التغيير ما يحب التقاليد وتغيير يكون ثابت على رأيها وفي نفس الوقت إحنا ندن شو ما يعني يكون غامض نوعا ما هذا التفاسير هذه التفسيرات تفسيرات نفسية لكن مية بالمية هذا غير مضبط لكن لكن يمكن أن ينطبخ على الأكثر هي تعرف شنو هي استخدام الألوان مرات يعني يريح الأعصاب واكو استخدام للألوان يتير الأعصاب صحيح حسنا أنا أشرح هذا من أجي إلى الألوان مثلا اللي يلبس الأسود معناه إنسان وفي ليش مثلا نشوف إحنا عدنا اللي وها في الشرق تقريبا موجودة هاي من يموت مثلا من يموت واحد عزيز يلبس الأسود يلبس الأسود لأنه أدع عزاء لكن هذا يعبر عن الوفاء للشخص خاصة النسوان من عدنا إحنا الرياجيل تشم يوم يلبسون أسود ولحية وكذا وبعدين وراء أسبوع الناس يجون يقول زين ولبس غير بس المرأة تدفع لا المجتمعات بشكل عام تعبر عنها كلهم حسب تراثي حسب تقاليد يعني إحنا عدنا في كردستان مثلا لا زالت عوائل البارزانية لا زالت ترتدي السواد ولا تحب أن تغير يعني ما تريد تغير حتى في المناسبات دائما يلبسون أسود علما أنه مثلا يمكن الحالة ما تستوجب كوفاة أو كذا لكن تقدير أنا قلت قلت اللون الأسود كل اللون بشكل عام اللون هو علامة فارقة يعني مثلا عندما تجي تلبس الأسود بأنه أو كو فرق بأنه مجموعة أو أو أشيرة أو مجموعة أو خلينا نقول أو حزب معين للون معين يلبسون هذا شيء هذا علامة فارقة لمجموعة أو لأكثر من مجموعة هذا كل واحد يعني هو حر في أن يختار اللون الذي يريد أن يفرق هذا علامة فارقة هاي شيء إحنا نجي للأسود لكن هو لون الصمد قلب وهو لون الوفاء والبصيرة يعني اللي يلبس الأسود وفي وإلى بصيرة وإنه ثابت في مكانه يعني ما يريد يتغير بشكل بسيط أدما نجي إلى اللون الوردي إنه لون رقيق ولون اجتماعي وكذلك بأنه دا تشوف دا يضحك كثيرا مثلا حتى تشوف في نوع من الثرثرة يعني هو هذا لكن هل كل الذين يلبسون اللون الوردي ليوم أو يومين يكونون متصفين بهذه المواصفات طبعا هذا لا لكن إذا كان على طول نعم يكون في هذه المجموعة مثلا اجتماعي جدي لكن يحب الكلام كثيرا ويحب النقاوة ويحب كذا وأكو أغاني كثيرة على الوردي ومدري شنو على هاي الأمور كل ألوان عليه أغاني وإلى تعابير معينة في مجتمعات مختلفة الأحمر يكون شخص رومانسي لكن مرات يكون دموي مثلا مرات يكون لكن اللي يحب لون الأحمر قليل وخيانة زين زين على ذكر اللون الأحمر حتى بعدين نتكمل الألوان ورمز الطاقة والألوان ويكون رمز للمحبين الوردة الحمراء قريبين من الوردة الحمراء من 18 عيد الحب عيد العشاء حسان ليش اختاروا يعني البلنتين ليش اختاروا هذا اللون الأحمر أولا هو رمز الطاقة ورمز الحركة ورمز الانبعاد ولون الدم يعني لون الدم يريد أن يعبر عنه بدمه وبنشاطه يعني يدافع عن محبوبة حتى الموت حتى الموت ويعبر عنه بلون الأحمر وهذه طبيقة ورمز الوردة الحمراء هي رمز للمحبين اللي ينطون هذا مثلا احنا قدنا البنفسجي هاي البنفسجي طبعا الشخص يكون الجاذبية يعني الشخص اللي يلبس البنفسجي ويكون شخص خيالي يعني دائما يعتمد على الخيال ويصنع لنفسه نوع جو من الخيال عن طريق الخيال رومانسيات ويعيش بكذا يخلق عالم خيالي إلى نفسه يبتعد عن المشاكل والهلوم كذا ويكون مثالي وفي نفس الوقت يكون شخص غامض طالما هو يرجع إلى خياله ما يرجع إلى الواقع الموجود فيكون رجل يعني شخص غامض ما تقدر تفهم منه لكن ملكية وقوية البنفسجي ملكية وقوية هي شخصية قوية هي شخصية قائية وخليه للاندماج مرات هو كذا نعيني الجسية خليه نقول خليه نقول بحالة معه الأخ أخضر احنا ندهاء إلى هنا الطبيعة والمنتعيش واجتماعي وإلى كرم وإلى أمان قراراته وثيقة وحياته كذا هالأمور بريء وليس أدواني ومنطلق وحسن القيادة اللي يكون يحب اللون الأخضر ويلبسه كذا يكون يعرف شلون يقود نعم يعني يكون شخص قيادي وهو لون التفكير نأتي إلى هو ألوان موجود المهم سؤالي حاليا نعم هاي التحليلات اللي تفضلت بيها مشكور طبعا هي خليه نقول مئة بالمئة ثابتها ولا هي لا لا هاي ما تطبق مئة بالمئة على أي وقت لا ماكو شي يطبق مئة بالمئة لا لأن أولا احنا كلنا ما نشوف الألوان بنفس الدرجة دعونا نقول أنه هي نسبية هاي نسبية نسبية هاي نسبية نعم هاي نسبية في يعني السؤال بصراحة من زمان أريد أسأل هذا السؤال لشخص يفهم في هذا الموضوع نعم بالزواج نعم لماذا المرأة تلبس الأبيض والرجل تلبس السود آه طبعا لا يعني هي كانت قاعدة حاليا يمكن بعض الناس اتجاوزوا هاي القاعدة طبعا هذا خلينا نقول احنا في في الصين إلى قبل سنوات يعني ليست طويلة وعني بعيدة كانت الفتاة تلبس اللون الأسود وبالأكس كان بالأكس في الصين ايه ايه اذن هاي مجرد بذقظ احنا كمجتمع خليق المجتمعنا الشرقي مجتمعنا بشكل عام انه حاليا الرجل من يتزوج يلبس السموك الأسود والمرأة تلبس السواري الأبيض دائما المرأة تريد ان تبين عن طهارتها يعني احنا يعني حتى يقول لك انه هاي المرأة عدرا هاي جتي جتي عذراء وطاهرة وانت المسؤول ان تحافظ على هذه الطهارة يعني باللبس طبعا ليش الميت احنا يمنى لكن غير بلدان لا يلبسوا أبيض يعني يريد بان يحضر امام الله سبحانه وتعالى ببراءته بس هاي الاشياء احنا اللي اخترعناها يعني هاي مو اشياء مقدسة او اشياء قانون انا لم اقول بانها مقدسة الانسان هو الاخترع على الاشياء انا بالبداية قلت قلت اللون ما الى معنى احنا اللي انطينا المعاني بضبط قلت هذا الشيء يعني احنا اللي نساعد في سبيل انه يعني نسهل امور تمشية الحياة بهذا الشكل يعني لما نقول انت نقول اسود هو لون كذا كذا والابيض بس هذا كونتراست يعني قصدي بالعلاقة الانسانية هذا اللون الاسود اللي نازل ما يحبوه كذا من بتشوف شخص مثلا تقول فلان والله هذا مشايب يقول يام عود شعر ابيض اسود اذا الاسود هو الرمز اللي الشبابيه هو سيد الالوان بلو سيد الالوان انا ليش قلت اولا اللون ما المعنى اي بس انت انت حشيت على الشعر الابيض اي صحيح بس اللي عندهم شعر اسود يصبغون هذا يريد ان يرجع امجادة عن طريق هذا اللون يعني لا يسوي حيلة اي طبعا اي طبعا احنا عدنا مثلا تغيير اللون طبعا هناك قوانين للالوان حتى في مثلا خلي نقول واحد من اشتري سيارة يثبتون علي لونه طبعا اللون السيارة هو على مفارق لهذه السيارة حتى الانسان مثلا يقول من يطلعوا الاحوال المدنية او مثلا يرجع من بلد الى بلد اخر ويدخل يريد ياخذ الجنسية الفلان يكتبوا مواصفاته واحده منه عيونه عزرق لون العين والبشرة والكذا هذا علامات فارقة يعني اللي يحدد معالم الشخص زين وجزء من كوناته رح يكون سؤالي الاخير جنابك دكتور مصطفى الان البشر البشر ايضا صنفوا بالالوان يعني شوف المجتمع الابيض الاسمر الاصفر الاسيوي وكذلك البشر الداكنة اللي هم نقروا مع احتراماتنا للجميع صفات الشخصية لهذه الالوان تختلف لا يعني شوف مثلا نقولك انه الاوروبيين وخاصة بالدول الاسكندنافية عدهم برود مثلا هذا مو من الناحية الفسلجية او لوني خلي هذا لا بينما هاي من الناحية الجغرافية نعني احنا ما نقول فسلجة ولا نقول مسألة اللي ها علاقة بالاحياء وتشريح الانسان لا نقول انه هذول اللي عاشوا مثلا في افريقيا اللي هم ذوي البشرة الداكنة يختلفون في التصرفات وفي التوقعات وحتى في فلسفة الاشياء عن الذي يعيش في الدول الاسكندناتية هذا البي مالتا الجغرافية مالتا هو الجغرافية اللي لا ادري او الاسود هو مجرم وكذا لا هيا مرفوضة من الناحية الانسانية ومن الناحية الفسلجية لكن هذا يعني خلينا نقول ابن البيئة مالتا البيئة اللي دت حكم على هذه الامور نعم طبعا الحديث عن هذا الموضوع هو حديث طويل دكتور بصراحة دخلنا في عوالم اخرى ودخلنا في فلسفات يمكن غائبة عن ادهان الناس يعني لانوا يعيشون معها لكن ما يعرفون معناها ولا يعرفون تجاوب معها احنا في ختام الحلقة نشكرك ونشكر تواجدك معنا ونشكرك على المعلومات القيمة اللي يعطيتنا هي عن فلسفة الانوان فأهلا وسهلا اشكر حضرتك واشكر البرنامج واشكر المشاهدين اللي يعني تعبوا يانا ان شاء الله شكرا جزيلا وانتم معيزان المشاهدين الى لول اخر وحلقة اخرى من برنامج رؤية نتمنى لكم اطيب الوقات واسعدها وإلى اللقاء موسيقى